ما أظنش إنه أصبح في حد عنده جدال إن البنات في مصر بقوا جبابرة يعني مش بس عشانه سلسل فتن أمل حال بيدي ست بتدور على حقها يعني لكن هم البنات في مصر بقوا جبابرة بقوا جمدين كده بوا يعني هم دايما ستات المصريات معروفين إن هم جدعان بس اللي بيحصل دلوقتي بشكل يومي تقريبا إنك بتقعد تشوف نمازج وأمثلة تخليك تقعد مستغرب جدا خلونا نرحب ببنتين من مصر من البنات الجدعان اللي هم بالتأكيد برضو جبابرة لمية ولبنة صح كده؟ صح إزايكو عاملين إيه؟ كله تمام؟ كل سنة وتطيبين رمضان كريم الله أكبر بتدرسوا الصبح وباليقوا فولوا بعد الليل؟ آه إن انتم مفتريين جدا طيب خلوني أحكي معاكو على مسألة التدريس الصبح والفول بالليل وإيه قصة عربية الفول دي وطلعت في زهنكم إزاي؟ بس خلونا كمان عايزين نرحب جدا جدا بنجمنا الكبير محمد رياض لسه مش معنا أول ما يبقى معنا هنرحب بيه أنا عايزة أعرف مين فيكو الأكبر؟ أنا ألامي أنت الأكبر كم سنة ألامي؟ آه صغيرة يستطيع يعني إيه؟ أنتم مدرسات يعني تخرجتوا؟ آآ أوكي بس إنت الأكبر ما بتقوليش عنك كم سنة؟ لسه بادر قوي على ما تفكري في السنة طيب مين صاحبت الفكرة بتاعت الفول في رمضان بالليلي؟ آآ إحنا الاتنين فكرنا الفراحة إيه فجأة يعني نتوا عادين جنب غاض رحتوا قد إيه رأيكم نعمل عربية تفوت في التنوية؟ إزاي؟ موحدة فيكو أل الأمزل؟ آآ يعني جابت إن هي طب يلا ننزل يلا يلا لقينا ناس طحبنا يعني عاملين زي شرك كده فإحنا اشتراكنا معيهم بما إننا لينا قبل كده آآ يعني نزلنا كذا بردو خلنا بننزل نعمل برضو أكل بتاعنا يعني مش أول مرة مش عامل رمضان تعاملوا مكارونا بالكبدة وفول فل وعملكه الكتير آآ فكنا الأول با دينها إن إحنا أنا وهي ازامها في أول في الأساس ماشي من أربعة سنين فإحنا من كتر ماrichtونا يحب الأكل وحاجات دي كان نفسنا يبدأ عندنا مطعم، يعني الماديات متاعيتنا ما زبطتش ان احنا يكون عندنا مكان زي كده فبدأنا ان احنا نقجر عربيات ماشي فاحنا كنا بنعمل أكل و بننزل نقافة عربية و نبيع الأكل ده نبيع الأكل بالضبط كده حلو وبعدين بس فالموضوع اتطور معنا شوية وبعد كده جي علينا وقت بدأت الدنيا بقى تستغل الوضع او لأ يعني احنا طلعنا في حاجات كذا مرة قبل كده فبدأت الناس اللي اللي بتأجرين للعربيات دي بدأوا في استغلال او انتوا تظهرتوا بقى فى يلا نزود بقى بكده بيزودوا بكتير نفكر او فحنا قاعدين كل الفترة دي لغاية ما رمضان طبعا جيه فجيب بشيره علينا فجينا لقينا صاحبنا دول عامين يعني زي العربية و كده وقلنا خلاص ندخل معاهم فعرض علينا فأم دوافقنا او طيب انا عايز اتكلم اكتر على العربية لانه بما انه شركة يعني فيها اكتر من اكلة يعني مثلا انتوا بتقدموا فول هما بيقدموا حاجاتهم او احنا كلنا بقى مع بعض مع بعض او وساعات احنا فيه ايام بيبقى عندنا ضغطفش وقف المدرسة وكده فما بنروحش هما بيقفوا وساعات هما بيجوش احنا بنقف وساعات احنا كلنا بنقف موجودين ام ب Ang z الغا او بووسع ام لذا أن نشنا بجوش من الاب جنة المترجم للقناة